زيارة رئيسة مجلس النواب الامريكي نانسي بيلوسي الاخيرة لتايوان اشعلت التوترات بين تايبيي وبكين اذ اعلنت وزارة الدفاع التايوانية ارسال تعزيزات عسكرية بعد اجراء الصين لانشطة في المنطقة وصفتها بالاستفزازية الوزارة افادت بانها ارسلت طائرات وسفن ونشرت انظمة صواريخ برية لمراقبة الوضع في ظل اجراء الصين تدريبات عسكرية واسعة النطاق في المناطق المحيطة بتايوان في غضون ذلك اشارت وزارة الدفاع التايوانية الى ان عدة سفن وطائرات صينية عبرت خط المنتصف بمضيق تايوان صباح اليوم الجمعة مؤكدة ان جيشها مستعد لاي عمليات قتالية لكنه لن يسعى للحرب بدوره قال رئيس هزراء تايوان سوت سينغ شانغ في تصريحات صحفية ان الصين تستعرض قوتها بالقرب من الجزيرة وانها تدمر بتعصف الممر المائي الاكثر استخداما في العالم من خلال التدريبات العسكرية من جهتها تعهدت رئيسة مجلس النواب الامريكي نانسي بيلوسي بتضامن بلادها مع تايوان مؤكدة في الوقت نفسه ان جولتها الاسيوية التي دفعت الصين الى اجراء تدريبات عسكرية غير مسبوقة لم تكن تتعلق قط بتغيير الوضع الراهن في تايوان او المنطقة الى ذلك قالت وزارة الخارجية الصينية انها قدمت احتجاجات رسمية للدول الاوروبية المعنية ومبعوثي الاتحاد الاوروبي بسبب التصريحات المتعلقة بتايوان الصادر عن وزراء خارجية دول مجموعة السبع والممثل الاعلى للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الامنية وفي وقت سابق عبر وزراء خارجية بلدان مجموعة السبع الكبار عن قلق المجموعة مما وصفوه بالاعمال التهديدية الصينية وخاصة المناورات العسكرية التي قد تؤدي الى تصعيد التوتر في المنطقة